السلام عليكم طلاب اليوم عدنا المختبر الثالث لمادة الورغانيك فارمسيوتيكال كيميستري بعنوان سينثيسيز اوف اسبرين رح نتعرف خلاله على طريقة تحضير الاسبرين بواسطة الاستيرفكيشن وكذلك نتعرف على طرق تحضير الاستر الاخرى الممكنة داخل المختبر اسبرين is a trade name for استيساسيسريك اصيد is an effective analgesic antiphyrotic and anti-inflammatory agent and is one of the most widely used in prescription drugs الاسبرين هو الاسم التجاري الاستيساسيسريك اصيد هو الدواء كل الشائع الاستخدام يستخدم كمسكين كخافض للحرارة وايضا كمضاد للالتحابات one of the compounds used in the synthesis of اسبرين is الساسيسريك اصيد which is itself a pain reliever but is extremely better tasting and frequent use can cause severe stomach irritation واحد من المواد المستخدمة في عملية تصنيع الاسبرين هو الساسيسريك اصيد اللي هو ايضا pain reliever يعني يستخدم كمسكين بس وعده disadvantage better taste تطعم كل شمور وايضا الاستخدام المستمر ممكن يسبب الناس severe stomach irritation وذلك بسبب احتواء الساسيسريك اصيد على phenolic hydroxyl group اللي هي تسبب من irritation وتهيج للستومك the search for a minor form of this pain reliever lead to successful synthesis of a style salicylic acid by the german chemist flex hoffman in 1893 محاولة تصنيع pain reliever اقل side effect من الساسيسريك اصيد عن طريقة الماسكينج لل O-H group اللي تكلمنا عنه قدتنا الى تصنيع الاسبرين واكتشافه بسنة 1893 اسبرين occurs as white crystals or as white crystalline powder it is slightly soluble in water 1 to 3 100 part soluble in alcohol 1 to 5 chloroform 1 to 17 ether 1 to 15 and dissolve easily in glycerine الاسبرين موجود ككريستال بيضاء او كباودر ابيض وبالنسبة لذوابانية الاسبرين فهي تكون كلش قليلة بالووتر 1 part of aspirin راح يذوب عندنا 300 parts of water ذوبانية وبالكحول جيدة 1 part dissolved in 5 part بالكلوروفام والاثر ايضا جيدة 1 to 17 17 وبالاثر 1 to 15 وهو يذوب بصورة سريعة بالجليسرين ايضا استرس حتى ينطينا الاستر والووتر سبب تحرر الووتر ممكن يعمل هيدرولسيز للإستر ورح يوجع التفاعل ايضا بصورة عكسية لذلك رح يكون سير التفاعل كلش بطيل انه كل ما يتكون الاستر رح يتحلل بوجود الماء وينطينا لسير التفاعل المترجم اللي هي الكاربوكسيلك أسد والكحول The second method is esterification using الأسد كلاوري أسد كلاوري react 3D with الكحول to give esters in a very good yield but this procedure is not safe due to formation of HCL gas and using pyridine teratogel and air pollutant to pick up a proton and formation of pyridine chloride بهاي الطريقة رح يتفعل عدنا الأسد كلاوري والكحول حتى ينطينا الأستر بس هاي الطريقة عدها ال disadvantage انه رح يتكون عدنا ال HCL gas وكذلك رح نستطل استخدام ال pyridine حتى يتقطنا البروتون ويكوننا ال pyridine كلوري حتى يسحبنا الكلورايد من الأسد كلورايد ويكون ال pyridine كلورايد لكن ال pyridine بمشكلة انه هو تيراتوجينيك وكارسينوجينيك وايضا ملوث للهواء فما نفضل هذه الطريقة باستخدام لتصنيع الاستر ال pyridine ال pyridine وكارسينيك 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 يعني عملية استرفيكيشن هي إضافة استرفونكشن للغروب للستركش حتى ينطينا الاستايل سالسيليك أسيد الخطوة الأولى لعمليات الاسترفيكيشن هي رح نكمن من السالسيليك أسيد اللي رح يكون صلب درجة حرارة الورفة رح نضيف لها اكسيس of استك أنهايد اللي رح يكون liquid at room temperature فالاستك أنهايد رح يتفاعل مع السالسيليك أسيد وبنفس الوقت رح يكون صولفين السالسيليك أسيد سلفوريك أسيد يستخدم كثاليست دونيت ايج بروتون مجبان تو ذا رأيكشن كومبليك ديس السالسيليك سيكون ككتاليست بهذا الرياكشن وهو ريجن يعني ما رح يستهلك خلال التفاعل فقط يدخل في التفاعل يرجع يخرج مثل ما هو بدون أن يستهلك فائدة إضافة السلفوريك أسيد أنه رح ينطينا إج بروتون اللي رح ترتبط بال رياكشن كومبليك هاي الإج بروتون رح ترتبط بال أو التعب على الكربونيل جروب أوف أستيك أن هيد رايد وبدورة رح تسوي رح تخلينا الكربونيل جروب مور تقابلية أكثر لمهاجمة السلسيلك أسيد وتكوين رياكشن كومبليك بعد ذلك رح ينفصل لهذا الكمبليك حتى يكون إنا الاسبيرين والأسيتيك أسيد As the reaction proceeded the solid السلسيلك أسيد disappears and the السلسيلك أسيد product remains dissolved in the hot solution once all solid has disappeared all the sassilic acid has been consumed the reaction is complete عند من يبدأ السلسيلك أسيد يختفي معناها أنه الأسبيرين عاي يبدأ يتكون بس هو يبقى ذائب بال hot solution فمن نشوف أنه كل الصالد اختفى معناها وصلنا إلى نهاية التفاعل يعني هاي الطريقة اللي هي الاسترفيكيشن with acetic anhydride نستخدمها للمواد اللي ما ممكن أن نحضرها بال الاسترفيكيشن بالطريقة الأولى بعض المواد عند قبلها تحلل بصورة سريعة لذلك ما ممكن نستخدم الطريقة الأولى لأمثل ما قلنا رح يتحرر الواتر وسوينا hydrosis للأستر فلذلك نلجأ إلى الاستيك anhydride بالإضافة إلى ذلك اه 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 بإضافة ذلك بعض المواد ممكن تحضيرها بطريقة الدايريكت استرفيكيشن باستخدام الاستيك اسيد ولكن اه احنا نفضل تحضيرها بالاستيك انهايدرايد لأنه مور ري اكتف ذان الاستيك اسيد يعني عنده قابلية تفاعل اسرع فلذلك التفاعل رح يكون عندنا اسرع ورح ينطينا ناتج اكثر من طريقة تحضير الدايريكت استرفيكيشن الاستيك انهايدرايد تشيب ريتلي افيلابل ايسلي هندول ان دو نات فون كوروس اشتي ال غاز سو اتز مور سيف than اسيد كلورايد كذلك عند مقارنة الاسترفيكيشن باي يوزين الاسيد انهايدرايد بالطريقة الثانية اللي نستخدم بيها الاسيد كلورايد رح نشوف انه هلي اسهل وعند ادفانتج انه ما رح تحرر ال HCL غاز مثل الطريقة الثانية فحرح تكون سيف اكثر وسهل الاستخدام اهنا عدنا نسكيم اوف 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 الثالثاليك اسيد متفاعل مع الاستيك انهايدرايد بوجود الاشتو اس اوفور مثل ما ذكرنا الاشتو اس اوفور رح ينطينا بروتون رح يتصل بال اوف كاربونين جروب اوف استيك انهايدرايد هذا كاربونين جروب رح يصير مور الكتروفيريك لذلك رح يرتبط بال اوف سالثاليك اسيد وبعد عدة خطوات رح ينقسم عدنا المركب وهي ارتبط الاستايل جروب بال اوف سالثاليك اسيد و سالثاليك سيكون بند الاسبريين و سيكون السيك اسيد و السيك 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 اسيد اللي هو الاسبرين رح نبدأ بطريقة تحضير الاسبرين اول شي رح نوزن 2 جرام من السال سيك اسيد و نخليها درايف لازك اهم شي تتأكدون انه كل الزجاجيات اللي رح تستخدموها تكون جافة لان وجود الواتر ممكن يحلل لنا الاستر الناتج رح رح نضيف الاسب السيك اسيد 5 ميل اف استيك انهايد رايد ورجل محلول جيدا add 3 to 5 drops of concentrated sulfuric acid because excess of acid will hydrolyze the product رح نضيف 3 الى 5 قطرات من ال HSO4 المركز ونكون كلش حاضرين بالاضافة لان اي زيادة بالحاموض ممكن تدين الى تحلل الناتج بعد ذلك رح نسخن الفلاس اللي يحتوي لنا عن متفاعلات عن طريق وضعه بوتر باث احنا مجهزين على 50 الى 60 درجة ورح ننتظر 10 الى 15 دقيقة مع التحريك المستمر خلال هذا الوقت رح نلاحظ انه تختفي والمحلول رح تصير كلير ثم اضع 5 مل ايس ووتر ثم اضع اضع مل ايس ووتر ثم فلتر فلتر ايس 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 بعد انتهاء وقت التسخين رح نبرد الفلاسك ونبدي باضافة الايس ووتر الاضافة رح تكون على مرحلتين بالمرحلة الاولى رح نضيف 5 مل من الايس ووتر لمدة 5 مرات يعني كل مرة رح نضيف 1 مل ارجع المحلول ونرجع نضيف المل الاخر وهكذا اينا انتهي عندنا 5 مل بعد ذلك رح نضيف 50 مل من الماء البارد دفعة واحدة رح نلاحظ انه المحلول رح يبدي يتعكر ولكريستالس رح تبدي عندنا تتكون نترك المحلول لبعض الوقت حتى تكمل عملية ال Precipitation of Aspirin بعد ذلك رح نفلتر وناخذ البرودكت اللي طلع عنا نترك البرودكت يجف الى المختبر القادم حتى بعد ذلك توزنون الكريستالس اللي طلعت الكم calculate percentage of the product توزنون الكريستالس اللي طلعت الكم تحسبون percentage of yield للناتج